تسعى وان إيفرا من خلال برنامج النساء في الأخبار لإدراج المفاهيم والمصطلحات الإعلامية الخاصة في التوازن الاجتماعي وتحديث الأساليب والتقنيات التي يمكنها رفع مستوى الوعي في مفاهيم التوازن الجندري عبر التطرق لعدد من الصور النمطية وكيفية التصدي لها وفي سبيل ذلك تعقد سلسلة من ورشات التدريب في وسائل الأعلام الأكثر تفاعلا ومن بينها شبكة وطن الإعلامية هذا أول تدريب كبير مع شركائنا في وسائل الإعلام اللي منعمله بفلسطين ومهم جدا بالنسبة لإلنا لأن جزء من أهداف البرنامج والأهداف الرئيسية لبرنامج نساء في الأخبار التابع لا وان إيفرا هو تمكين صحفيات النساء عشرات النساء يقتلن في فلسطين على قضايا ما يسمى بالشرف نتحدث عن قوانين الأحوال الشخصية نتحدث عن قانون حماية الأسرة من العنف الإعلام لديه مهمة رئيسية إلى جانب مؤسسات أخرى في المجتمع نسعى أن نطرح أسئلة ونحاول نخلي المشاركين والمشاركات يفكروا في إجابات لها ممكن ما نحط إجابات قطعة لكن على الأقل بنفتح لهم باب علشان يقدروا يشوفوا إيه اللي ممكن يعملوا في المستقبل ويطوروا من أداءهم المهني بنحاول كمان نسبت بعض المفاهيم والتعريفات ونحاول كمان نعدل جزء من التعريفات اللي ممكن ما تكونش دقيقة متعلقة بالنوع الاجتماعي وإزاي نقدر نطبق ده بشكل عملي في القصص الإخباري انقسمت اللقاءات لثلاث جلسات نقاشية تفعل خلالها المتدربون والمتدربات لكسر حاجز النمطية وتوضيح المفاهيم المبهمة بالنسبة للصحفيين تعرفنا أكثر على الخطوط العامة حول صورة المرأة بالمجتمع حول كيفية أشكال التحيز خاصة في وسائل الإعلام وكيف إحنا نحصل على تغطية صحفية غير متحيزة للرجل والمرأة تعرفنا أكثر على التوازن الجندري نحاول نفرق بين التوازن الجندري وكيف إحنا نوضفه في وسائل الإعلام عرفنا كيف إحنا لازم نوازن ونساوي بين الفئتين الذكر والأنثى بدون أي زيادة ولا أي نقصان وعرفنا كمان شو هي الأساسيات لإظهار هذا التساوي يعني شغلات مهمة كثير إحنا كنا نعملها في مؤسساتنا الإعلامية بشكل خاطئ زي أنه نظهر أشخاص وما نحترم خصوصيتهم ولا نحترم هاي الإنساني الموجود فيهم ممارسة الصحفي مهارة التوازن عند تغطية القصص الإنسانية خاصة تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي لا تختلف كثيرا عن رياضة المشي على حبال رفيعة فوق ارتفاعات شاهقة فكلاهما بحاجة إلى جهد لتجنب الاختلال وكلاهما يتطلب مهارة التأرجح بين النقيضين دون السقوط اشتركوا في القناة